أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشيربيني عن استعداد الوزارة حاليا لطرح 70 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج سكن لكل المصريين وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن خطة الوزارة الفترة القادمة أضف الشيربيني أنه سيتم تخصيص 60 ألف وحدة سكنية لمحور الإسكان المنخفض فيما سيتم تخصيص 10 ألف وحدة سكنية لمحور الإسكان المتوسط هذه مشروع سكن كل المصريين دولة المصرية الحقيقة وفي ضوء توجهات فخمت الرئيس بتوليه اهتمام كبير جدا وحجم الإنجاز اللي اتعمل من عام 2014 حتى الآن الحقيقة حجم عمل كبير جدا وضخم وده اللي يمكن أهل هيئة المجتمعات في وقت من الوقت أنها تاخد جيزة عالمية على هذا المشروع الحقيقة لأنه هو فعلا مشروع مميز وتجربة فريدة يمكن على مستوى العالم كله ما تقررتش الحقيقة بنفس الحجم ده وبنفس الكيفية وإحنا في الإطار ده إحنا حرصين كوزارة الإسكان أن إحنا نستكمل ونبني على ما تم من جهود عظيمة طبعا وإحنا دلوقتي بنجهز لإعلان جديد هيبقى فيه حوالي سبعين ألف وحدة سكنية ستين ألف منها وحدات منخفض التكاليف حاركوا عارفين طبعا أن سكن كل المصريين عبارة عن محورين محور منخفض ومحور متوسط إحنا هننزل ستين ألف وحدة إن شاء الله تعالى للمنخفض وعشر تلاف للمتوسط ترجمة نانسي قنقر